أعزائي طلاب الصف السادس الإبترائي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا ودرس جديد من دروس مادة الدين وهو درس أنواع المدود المد الأصلي إيه هي أنواع المدود يا ولاد اللي هي مفرد المد هنعرف إزاي لما بيقابلنا مد في القرآن الكريم بين مده إزاي وكم حركة ويعني إيه حركة أصلا تعريف المد الأصلي هو الإطالة الطبيعية في الصوت يعني اللي هي طبيعة صوتنا نحن لازم بنمد الكلام شوية هو الإطالة الطبيعية في الصوت عند نطق أحرف المد نحن بنمد بإيه يا ولاد بحروف المد وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ما ينفعش الحرف ده يتنطق إلا بالمد ده من غير المد ما ينفعش علشان كده سمناهم حروف مد ولا يصح نطق الكلمة بدونه ما ينفعش انطق كلمة من غير المد طالما الكلمة فيها مد طيب إيه هي أحرف المد الأصلي طبعا إحنا بنتكلم عن تعريف المد الإيه الأصلي نقول تاني هو الإطالة الطبيعية في الصوت عند نطق أحرف المد وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ما ينفعش نقرأ الحرف من غير من مده ولا يصح نطق الكلمة بدونه وما ينفعش انطق الكلمة من غير المد طيب إيه هي أحرف المد الأصلي يا ولاد هي ثلاثة أحرف طب ليه سمية أحرف مد لامتداد الصوت بها بطولها شوية وأنا بنطقها مش بنطقها بسرعة وهي على سبيل المثال الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الألف الساكنة يا ولاد المفتوح ما قبلها طبعا إحنا مش بنقصد الألف المهموز اللي عليه همزة لا ألف المد يبقى ألف المد اللي مسبق بإيه يا ولاد بحرف عليه فتحة يبقى الألف الساكنة المفتوح إيه ما قبلها أدي أول حروف المد الألف الساكنة المفتوح ما قبلها تاني حاجة الواو الساكنة المضموم ما قبلها واو ساكنة واب لها ضمة يعني ابلها حرف مضموم تالت حاجة الياء الساكنة المكسور ما قبلها يبقى هي ادي ايه يا ولاد حروف المد تلت حروف الالف الساكنة المفتوح ما قبلها الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها نيجي لمقدار حركة المد الطبيعي يعني إيه مقدر حركة المد الطبيعي يعني بمده قد إيه يا أولاد مش بيقول إن أنا بمد الحرف بصوتي طيب بمده قد إيه يمد المد الأصلي بمقدار حركتين من غير زيادة أو نقصان عنهما يبقى أنا بمد المد الأصلي ده بصوتي بمقدار قد إيه حركتين هنعرف دلوقتي هنحدد الحركتين دول إزاي من غير زيادة أو نقصان هم حركتين بالزبط طيب الحركة بقدرها إزاي بمقدار قبض الإصبع أو بصتها يعني بفرد صباعي أو بتنيه أو بتني صباعي وبفرده يعني كل حركة بتني صباعي وفرده دي حركة ولكن قد إيه بحالة متوسطة ليست سريعة أو بطيئة يعني بتني الإصبع أو بقبض الإصبع في حالة متوسطة مش بسرعة ولا ببطء برضو لا في حالة متوسطة بتني الإصبع وفرده وارجعتني تاني وفرده وبس كده خلصت الحركتين بتوع مد الصوت طبعا هنجرب في الأمثلة دلوقتي طيب سمي أيضا المد الطبيعي يعني المد الأصلي ليه اسمي تاني اللي هو المد الطبيعي ليه سميناه المد الطبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة في النطق الشخص اللي بيتكلم بالطبيعة السليمة اللي ربنا خلقه عليها لا ينقصه عن حركتين المفروض إن طبيعته هو بيتكلم ما بيقللش المد عن حركتين ولا يزيد عليهم ولا بيمد أكتر من حركتين يظهر المد الطبيعي قلنا في أني حرف في الأحرف الثلاثة المجموعة في كلمة نوحيها طبعا عندنا مد بالواو ومد بالياء ومد بالإيه بالألف الكلمة دي جمعت التلات أنواع للمدود ننطقها بقى بالمد الطبيعي أو الأصلي مع قبض زي ما قلنا باتن إصبعي وفريدو بس في حالة متوسطة يعني ولا بسرعة ولا ببطء يلا نجرب مع بعض وإحنا بننطقها سوا نقبض الإصبع وإحنا بنمد ونفريدو بس مش بسرعة ونقبض المد الواحد بعمله كم حركة دي ليه كم حركة؟ حركتين اللي هي بقبض الإصبع وفريدو أو بسوتو مرتين يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة الكلمة دي من القرآن الكريم نوحيها يبقى الواو بنمدها مرتين بحركتين عفوا نوحيها وإحنا بنمدل إيه؟ بنقبض الإصبع ونفريدو مرتين قال تعالى تلك من أنباء تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك نشوف ذا أمثلة للمد أولا مثال للألف الساكنة الممدودة الألف الساكنة الممدودة اللي هي زي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما القارعة فين المد هنا يا أولاد؟ الألف الساكنة الممدودة أهيه اللي هي الألف المد اللي قبلها إيه؟ فتحة طيب مثال للواو الساكنة الممدودة طبعا هتبقى واو ساكنة ممدودة وقبلها ضمة قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا اتفقنا إننا بنقيس الحركتين في طول الصوت في إطالة الصوت أو المد بيننا بينتني الصباح أو بنقبضه ونبسطه مرتين ومن غير ما نكون بسرعة ولا ببطء قال كذلك الله يخلق ما يشاء ده طبعا مد بالإيه اللي هو ساكنة ممدودة نشوف بألواه الممدودة إذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له كن فيكون الواو الممدودة هي الساكنة واللي قبلها ضمة كذلك يقولوا الواو الممدودة هي واللي قبلها إيه ضمة على متى أنه بيكون قبلها ضمة مثال للياء الساكنة يا ولاد الممدودة وطبعا بيكون قبلها إيه كثرة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الياء الساكنة هي وقبلها إيه يا ولاد قبلها كثرة طيب يا ولاد إيه شروط المد الأصلي المد الأصلي ده ليه شروط علشان يبقى مد أصلي أول حاجة أن يكون حرف المد مع الحركة المجانسة له زي ما قلنا يعني إيه حرف المد مع الحركة المجانسة له يعني زي الألف لما قلنا بتناسبه حركة إيه بتكون قبله الفتحة طب والواو بيجانسها أو بيناسبها حركة إيه اللي تكون قبلها الضمة طب والياء بيناسبها حركة إيه اللي بتكون قبلها الكثرة يبقى معنى أن يكون حرف المد مع الحركة المجانسة له إن الواو بيناسبها الضمة والياء بيناسبها الكثرة والألف بيناسبها الفتحة اتنين ألا يكون بعد حرف المد همز أو سكون يبقى تاني شرط إيه ألا يكون بعد حرف المد همز أو سكون حرف المد ما يكونش بعده سكون أو همزة يبقى تاني شرط يا أولاد إن ما يجيش بعد حرف المد اللي موجود عندي اللي هو الألف أو الوا أو اليا همزة أو حرف إيه أو حرف ساكن نيجي بعد كده يا أولاد لأقسام المد الأصلي ايه يا اقسام المد الأصلي فيه مد اسمه المد الأصلي المد الأصلي الكلمي وفيه مد تاني اسمه المد الأصلي الحرفي هنشوف ده يعني ايه وده يعني ايه يبقى اقسام المد الأصلي المد الأصلي الكلمي والمد الأصلي الحرفي ايه هو المد الأصلي الكلمي هو المد الموجود في الكلمة وله صورتان المد الموجود فين في الكلمة وله صورتان والف عندما يكون حرف المد ظاهرا في رسم المصحف يعني واضح في رسم المصحف زي ايه قول الله تعالى ينادونك الف المد واضحة هو وايه والواو ملونين وبلون غير الكلمة علشان يحدد انه هي دي حروف الايه المد وقول الله تعالى يقولونا يقولونا وقول الله تعالى ويقيمونا الصورة التانية للمد الأصلي الكلمي عندما يكون حرف المد غير ظاهر في رسم المصحف يعني المصحف مكتوب فيه الكلمة ومش متحدد حرف المد زي ما كان في الأول إنما بيعوض عنه زي بالحروف الصغيرة بالمصحف لو فتحنا المصحف هنلاقي فيه ألف صغيرة كده الألف الصغيرة دي بتوضح إن فيه هنا مد لكن مش محدداه فاهميني إزاي يا أولاد مش محدداه زي الصورة الأولى اللي احنا شفناها مثل قول الله تعالى ألهاكم ألهاكم التكاثر وقول الله تعالى ويا قومي لاحظنا الألف الألف الصغير ده ويا قومي استغفروا ربكم مش محدد هنا حرف المد ولكن عمله علامة بحروف صغيرة زي ألف المد اللي احنا شايفينه قدامنا ده أو الحروف الصغيرة زي الألف ده دول يا أولاد الصورتين بتوع المد الكلمي الأصلي نشوف المد الأصلي الحرفي هو المد الموجود في الحروف الهجائية المقطعة الموجودة في فواتح سور القرآن يبقى إيه هو المد الحرفي الأصلي الحرفي هو المد اللي بيبقى موجود في الحروف الهجائية المقطعة الموجودة في أوائل الصور زي إيه في صور القرآن الكريم زي الحواميم اللي هي حاميم ألف عندما يظهر المد في نطق حرف الحق أو الحق هكذا حق زي قول الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم دي من حروف الهجاء المقطعة في أوائل الصور دي الصورة الأولى من المد الأصلي الحرفي نيجي للصورة الثانية عندما يظهر المد في نطق حرف الطاء هكذا طاء زي قول الله تعالى إيه يا أولاد طاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يبقى أول صورة يا أولاد للماد الأصلي الحرفي المقاطع اللي هي الحروف المقطعة في أوائل الصور تاني حاجة حرف الطاء في الحروف المقطعة دي اللي بيبتلي بيه السورة زي ما قلنا طبعا سورة طهة وده اجتمعوا أحرف المد الحرفي في قولهم حي طهر يبقى يا أولاد علشان نريح نفسنا نحفظ الحروف دي إن أي حرف من دول لو قابلناه يبقى ده نوع المد هنا إلى ما يجي يسألني هقول له مد أصلي حرفي اللي هو الحاق أو الياء أو الطاء أو الهاق أو الراء اللي هي كلمتين حي ينتهر ويكونوا أيضا في بعض حروف الجر زي إيه في الياء في في وعلى وإلى الحروف دي نوعها إيه مد أصلي حرفي في على إلى وهكذا درس إن شاء الله ما تخافوش منه إن شاء الله بالأسئلة هنفهمه أكتر بالأسئلة أكتر دلوقتي ننخص الدرس ما المقصود بالمد الأصلي طبعا قلنا هو الإطالة الطبيعية في الصوت يعني طبيعة صوتي بتمد كده هو الإطالة الطبيعية في الصوت عند نطق أحرف المد ولذا يطلق عليه أيضا اسم المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ما ينفعش حرف المد يتنطق من غير مد ولا يصح نطق الكلمة بدونه وما ينفعش أنطق الكلمة من غيره طيب ما أحرف المد الأصلي أحرف المد الأصلي زي ما قلنا ثلاثة وسميت أحرف المد ليه لامتداد الصوت بها وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها طيب ما مقدار حركة المد الأصلي قلنا قد إيه يمد المد الأصلي بمقدار حركتين من غير زيادة ولا نقصان عنهما طيب الحركة بتكون بمقدار إيه بمقدار قبض الإصبع أو بسطها بحالة متوسطة ليست سريعة أو بطيئة طيب ماذا يسمى المد الأصلي بيسمى المد الطبيعي طيب لماذا لأن صاحب الطبيعة السليمة في النطق لا ينقصه عن حركتين ولا يزيد عليهما الطبيعة السليمة في نطق الشخص للمد بتكون بالطريقة دي إنه يمد المد بحركتين طيب ما أمثلة الكلمات التي يظهر فيها المد الطبيعي في الأحرف الثلاثة في القرآن الكريم في كلمة في القرآن الكريم بتجمع ثلاث أنواع المد الطبيعي أو المد الأصلي اللي هي قول الله تعالى إيه نوحيها طبعا كل ما بنقول مد بنتنس معنا ونفرده زي ما اتفقنا مرتين في قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك طيب ما شروط المد الأصلي؟ طبعا أول حاجة أن يكون حرف المد مع الحركة المجانسة والمشابهة له زي ما اتفقنا يعني إيه الحركة؟ يعني لو لوهو هيكون قبلها إيه؟ ضم والياء قبلها كس والآلف قبلها فتح طب الشرط الثاني ألا يكون بعد حرف المد همز أو سكون سبعة ما أقسام المد الأصلي؟ واحد طبعا هو قسمان المد الأصلي الكلمي وهو الموجود في الكلمة المد الأصلي الكلمي اللي هو موجود في الكلمة قدامي من حرف الكلمة قدامي هوت والمصحف محدده لي وهو الموجود في الكلمة طب أقول لي كم صورة صورتان أول حاجة عندما يكون حرف المد ظاهرا فيه اسم المصحف مثل إيه؟ ينادونك ويقولون وقول الله ويقيمون اتنين عندما يكون حرف المد غير ظاهرا فيه اسم المصحف أمالها عرفوا إزاي؟ بيعوضوا عنه بالحروف الصغيرة بالمصحف الألف الصغير اللي بنشوفه ده ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر وقول الله ويا قوم استغفروا ربكم طيب النوع الثاني أو القسم الثاني المد الأصلي الحرفي وقلنا هو المد الموجود في بعض الحروف الهجائية المقطعة الموجودة في فواتح سور القرآن قلنا زي الحواميم اللي هي إيه؟ اللي هو هامد مين؟ حرف الحاء حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وتجتمع أحرف المد الحرفي في كلمتين إيه؟ حي ينتهر كما في بعض حروف الجري زي مثله في على إلى ونعمل حركة المد بالإصبع اللي هي القبض والبسط ودروقتي يا أولاد حنفهم أكتر من خلال حل الأسئلة مع بعض النشاط الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين واحد المد هو إيه؟ اهتزاز الحرف إطالة الصوت أم إظهار الغنة برافو عليكم أكيد هتقولولي إطالة الصوت اثنين يأتي المد الأصلي في ثلاثة أربعة خمسة أحرف برافو عليكم يا أولاد ثلاثة أحرف ثلاثة اجتمعت في نوحيها ولا يرملون ولا حي ينتهر الأحرف الثلاثة للمد الأصلي برافو عليكم أنواع المد الثلاثة أو أحرف المد الثلاثة اجتمعت في قول الله تعالى إيه؟ نوحيها لأنه عند المد بالواء والولياء والألف أربعة يمد المد الأصلي بمقدر قد إيه؟ حركة واحدة حركتين أم كلاهما صحيح؟ برافو عليكم بمقدر إيه؟ حركتين اللي بعد كده من شروط المد الطبيعي ألا يكون بعد حرف المد إيه؟ همز أو سكون؟ ولا حرف متحرك؟ ولا همز فقط؟ برافو عليكم همز أو سكون النشاط اللي بعد كده ده عنا ما تصع أمام العبارة الصحيحة وعنا ما تخطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يأتي المد الأصلي في كلمة واحدة؟ أو في الحروف المتقطعة؟ المقطعة؟ برافو عليكم يا أولاد الإجابة صحيحة؟ أيوة المد الأصلي بيأتي في كلمة واحدة أو في الحروف المقطعة في أوائل الصور اتنين يختلف المد الطبيعي عن المد الأصلي في مقدار الحركات؟ برافو عليكم الإجابة خاطئة لأن أصلا المد الطبيعي هو المد الأصلي هو أصلا ده ليه اسم ثاني بس يعني ليه اسمين؟ المد الطبيعي أو المد الأصلي طيب تلاتة يعوض عن المد بالأحرف الصغيرة إذا كان غير ظاهر في رسم المصحف؟ أيوة برافو يعني حرف المد ممكن يكون مش مرسوم عندي في المصحف ولكن بيعوض عنه بالحروف الصغيرة زي الألف الصغيرة اللي بنشوفه أربعة يشترط في المد الأصلي أن يأتي حرف المد مع الحركة المجانسة له؟ يعني لو يأسكون 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 وهكذا برافو عليكم طبعا الإجابة صحيحة خمسة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين تحتوي على مد أصلي؟ نقرأها تاني بطريقة صحيحة وبشر المؤمنين برافو عليكم الإجابة صحيحة طب هو فين المد ده؟ ما هي اليأة هي؟ اليأسا كنة هي؟ وقابلها إيه؟ الحركة المجانسة اللي هي الكسرة النشاط اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي استخرج الكلمة أو الحرف الذي به مد أصلي ثم ضع علامة صحيحة أمام نوعه الآية الكريمة الكلمة أو الحرف مد أصلي كلمي ولا مد أصلي ولا مد أصلي حرفي هنشوف واحد قال الله تعالى قال ربكم بالحق فين الكلمة أو الحرف هنا؟ برافو عليكم قال قال طيب نوعه مد أصلي كلمي ولا حرفي؟ طبعا طالما عندي ألف صغير كده يبقى على طول مد أصلي إيه؟ برافو عليكم طالما فيه ألف صغير كده أو حرف المد مكتوب هو نفسه يبقى على طول مد أصلي كلمي اتنين طاسيم ده إيه؟ من الحرف المقطع في أوائل الصور وقلنا حرفها بتكون إيه؟ حي طهر الكلمة عندي مين؟ برافو عليكم حرف الطاء لأنه من حرف إيه؟ حي طهر لكن السين والمين مش معنا طب نوعه إيه؟ برافو عليكم طالما حرف من اللي هي الحرف المقطع يبقى مد أصلي حرفي طيب ووضعنا ووضعنا عنك وزرك برافو عليكم ووضعنا يبقى هي دي الكلمة لأن طبعا جواها الحرف ومد أصلي إيه؟ كلمي طيب قال تعالى لإيلاف قريش برافو عليكم يبقى كلمة لإيلاف وطبعا علشان الحرف الصغير دا يبقى مد أصلي إيه؟ كلمي نيجي لكاف ها يا عين شاد طبعا إحنا عندنا إيه؟ حي ينتهر عندنا مين من الحروف دي هنا؟ برافو عليكم عندنا الهاء وعندنا الإيه؟ الياء برافو عليكم يبقى الهاء والياء هي الحروف اللي موجودة عندي عرفنا إزاي؟ ما إحنا قلنا نحفظ كلمتين؟ حي ينتهر لو لقنا فيهم حاجة يبقى دا مد أصلي حرفي بعد كده على سرورين على على سرورين في هنا إيه؟ على فاكرنا لما قلنا بعض الحروف برافو عليكم وقلنا إنه هو مد أصلي كلمي؟ لأ مد أصلي إيه؟ حرفي لما قلنا بعض الحروف اللي بتيجي في أوائل الحروف المقطعة في أوائل السور اللي هي مجموعة في كلمتي حي طهر وهي كمان وبعد حروف الجر اللي هي على في إيه؟ إيه؟ النشاط اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي اكتب المصطلح الدال على ما يأتي واحد الإطالة الطبيعية في الصوت عند نطق أحرف المد بيسمى إيه؟ برافو عليكم المد الأصلي طيب المد الموجود في الكلمة ويكون ظاهراً أو غير ظاهراً لما قلنا بيعبر عنه بعض الحروف الصغيرة برافو عليكم المد الأصلي الكلمي طيب ثلاثة المد الموجود في بعض الحروف الهجائية المقطعة في فواتح السور اسمه إيه؟ برافو عليكم المد الأصلي الحرفي النشاط اللي بعد كده أكمل الفراغات المتعددة واحد أحرف المد الأصلي هي إيه وإيه وإيه يا أولاد برافو الألف والوا والياء المجموعة في كلمة برافو المجموعة في كلمة نوحيها الألف والوا والياء طيب اتنين عندما يكون حرف المد نقط في رسم المصحف فإنه يعوض عنه بيه نقط صغيرة عندما يكون حرف المد إيه؟ برافو عندما يكون حرف المد غير ظاهر في رسم المصحف فإنه يعوض عنه بيه حروف صغيرة كما في حرف نقط الصغيرة في قوله تعالى الهاكم التكاثر كما في حرف إيه؟ برافو حرف الألف الصغيرة تلاتة ينقسم المد الأصلي إلى قسمين هما إيه وإيه؟ برافو عليكم إلى مد أصلي كلمي ومد أصلي إيه؟ حرفي النشاط اللي بعد كده بيقول لي أكمل النشاط التالي شرط المد الأصلي واحد أن يكون حرف المد مع الحركة نقط والمشابهة له مع الحركة إيه؟ برافو عليكم زي ما قلنا بقى المجانسة والمشابهة له بأن تكون مين اللي قبلها ضم؟ برافو ألواو قبلها ضم طب ولياء قبلها؟ برافو عليكم ولياء قبلها كسر والألف قبلها فتح طب الشرط التالي أن لا يكون بعد حرف المد إيه أو إيه؟ لأن لو جاء بعدهم يبقى ده مش مد أصلي برافو عليكم همز أو سكون؟ النشاط اللي بعد كده ضعنا ما تصح أمام الحكم المد الأصلي وخلقناكم أزواجا مش عندنا هنا ألف صغير وكمان قبله فتحة يبقى على طول إيه؟ برافو يبقى على طول مد طب اتنين وَجِئَ يَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمْ فيه هنا مد نلاحظ إن الياء الساكنة جاء بعدها إيه؟ همزة يبقى مش معانا يبقى مش مد قلنا لو جاء بعدها همزة أو سكون ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش مد يبقى مش معانا تلاتة فهو في عيشة الراضية عند الياء إيه؟ الساكنة وقبلها كسرة وألف المد وقبلها فتحة يبقى على طول إيه؟ مد أصلي نجي للآية الرابعة أول بيت هنا الياء ساكنة بس قبلها فتحة يبقى الحركة مش مجانسة يشترط إن يكون قبل الياء إيه؟ كسرة برافو يبقى مش مد أمي السماء هنا في مد؟ لا ليه؟ طب ما هون مد أهو قبلها فتحة بس بعدها همزة احنا قلنا ألف المد لو المد حرف المد عموما لو بعدها همزة أو سكون يبقى ما ينفعش كل مد أصلي طيب قل لكم مي عاد يوم قل لكم مي عاد يوم الياء هي؟ ساكنة بس قبلها كسرة يبقى على طول إيه؟ برافو برافو يبقى مد الآية اللي بعد كده فرعونة مفيش فيها أي حاجة وثمود عندي وو ضمة وقبلها ضمة ومفيش بعدها لهمزة ولا سكون يبقى إيه؟ برافو يبقى مد طيب واتلوا عليهم في هنا أي مد؟ لا النشاط اللي بعد كده يا أولاد اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين قال تعالى والشمس وضحاها موضع المد هنا إيه؟ الألف الساكنة الممدودة؟ ولا الياء الساكنة الممدودة؟ ولا الواوي الساكنة الممدودة؟ هو أنا عندي الألف الساكنة دي قبلها فتحة ولا لأ؟ وهي ألف أصلاً يبقى دي على من في هنا مد؟ طب أبلافت هيبقى هو إيه؟ يبقى ألف يبقى برافو الألف الساكنة الممدودة طيب تقدر الميم الساكنة ولا حركة المد ولا القلقلة بمقدار قبض الإصبع أو بسطها بحالة متوسطة ليست سريعة أو بطيئة؟ من اللي إحنا بنقدر حركتها؟ المد ولا الميم الساكنة ولا القلقلة؟ برافو حركة المد ثلاثة للمد الطبيعي ثلاثة أربعة ستة أحرف برافو ثلاثة أحرف أربعة حكم المد في قوله تعالى أثقالها يمد بمقدار إيه؟ حركة واحدة ولا حركتين ولا أربعة حركات؟ طالما الحركة مجانسة لحرف المد اللي هو الألف وقبليه فتحة يبقى على طول حركتين لأنه مد طبيعي بعد كده نوع المد الأصلي في قوله تعالى ياسين مد أصلي تكلمي ولا مد أصلي حرفي؟ إحنا قلنا أن الحروف المقطعة في أوائل الصور لها حروف محيانة مش أي حرف أقول عليه حرف مد أصلي حي ينتهر فيه هنا حرف من نوم أيوة يبقى على طول إيه؟ برافو يبقى مد أصلي حرفي ستة يعرف المد الأصلي بالمد الإيه؟ العارض اللازم الطبيعي برافو عليكم المد بالمد الإيه؟ الطبيعي وبكرة أولاد نكون أنهينا درس اليوم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم